وطالبات دبلوم المدارس السنوية الصناعية تخصص الالترونات أهلا ومرحبا بكم في حلقة المراجعة النهائية موضوع المراجعة هنتكلم فيه بعض الأسئلة اللي خاصة بالمنهج الأسئلة هتشمل المنهج كله إن شاء الله وعايزين نقول شوية تعليمات بحيث إن احنا نتبعها قبل إن ما حطت الألم في ورقة الإجابة الحاجات دي مهمة جداً اللي هنتكلم فيها أول نقطة هتكلم فيها إن انت بتمسك ورقة الأسئلة أو بتمسك ورقة الأسئلة أول ما تجيلك لازم وشرط أساسي إن أنا هبتدي أقرأ السؤال بتأني جزء ده مهم جداً زي ما حنشوف في الأسئلة إن ممكن السرعة مع الإجابة بتاخد أو بتضيع جزء من الإجابة وحياناً بتوصل يعني نص سؤال السؤال ممكن يكون مقسوم على جزءين مع السرعة بتجاوب الجزء الأولاني وماخدش بالي من الجزء الثاني في السؤال نفسه بكلمة واحدة بس ممكن يطير إجابة نص السؤال طبعاً دي أول نقطة النقطة التانية نحن بنقول زي ما سمعنا كتير جداً في نصائح الامتحانات إن كل سؤال بيتجاوب في صفحة كل سؤال بيتجاوب في صفحة وبيبتدي عملية التنظيم إن أنا خلاص خلصت السؤال ببتدي أنقل في بداية السؤال التاني يعني أنا خلصت السؤال الأولاني ووصلت خد مني إجابة السؤال الأولاني صفحة ونص ما كملش إجابة السؤال التاني في نص الصفحة التاني اللي هو بعد السؤال الأول لا أبدأ السؤال بعبداية صفحة الكلام ده كله مهم جداً وما بيرهقش المصاحح في التصحيح وفي نفس الوقت بيبقى الورقة متنظمة وده كل بيدل على ترتيب نظام الطالب نفسه ده دي نصايح عامة بنقولها والتاني في قراءة الأسئلة لأن إحنا بنقول إن إحنا محتاجين كل واحد من عشرة من الدرجة والكلام ده حنعرفه لما تظهر النتيجة ولما يبتدي فيه تنصيق للجامعة أو المعاهد بنبتدي نحس فين الواحد من عشرة من الدرجة ده راح مني إزاي وضيع مني معهد أو ضيع مني كلية بسبب إن أنا استعجلت شوية في الإجابة حنبتدي بالأسئلة وحنجاوب عليها كل سؤال حنجاوب عليه ونقول إزاي طريقة الإجابة بالتاني نشوف أول سؤال عندنا وضح كيف تقسم أجهزة الإرسال السؤال ده لازم أبقى عارف وضح كيف تقسم أجهزة الإرسال أبقى عارف إن أنا لازم هقسم أجهزة الإرسال ده إزاي نشوف الإجابة على هذا السؤال عندنا تقسيم أجهزة الإرسال فيه عندنا خمس أنواع النوع الأول أجهزة إرسال إزاعية خاصة بمين بقى؟ بأجهزة الراديو اثنين أجهزة إرسال تلفزيونية يبقى دي خاصة بالإرسال التلفزيوني تلاتة أجهزة إرسال شبكات المعلومات الدولية لالإنترنت أربعة أجهزة إرسال الفاكس خمسة أجهزة إرسال خاصة مثل أجهزة الرادار وأجهزة الاتصالات طبعا بتاحتوى علي أجهزة الاتصالات دي اللي هي التلفزيونيات الأرضية والمحمول وأجهزة إرسال الأقمار الصناعية يبقى لما يجي لي سؤال ويقول لي كيف تقسم أجهزة الإرسال نفس الكلام هل السؤال ده ممكن يجيني بطريقة تانية؟ آه ممكن يجيني بطريقة تانية إزاي؟ إيه أنواع أجهزة الإرسال؟ خلاص يبقى أنا عرفت دلوقتي أنواع أجهزة الإرسال يبقى فيه أجهزة إرسال إزاعية فيه أجهزة إرسال تلفزيونية فيه أجهزة الارترنت فيه أجهزة خاصة أجهزة الإرسال الخاصة يبقى لازم أبقى عارف إيه الإجابة أو السؤال نفسه ممكن يتحور والإجابة تكون عليه وحدة لأنه احنا بنقول بنتعامل مع طلبة اللي هي بتعتبر أعلى مجموع في المدارس الصينوية الصناعية فلازم أنت تكون دماغ شغالة يبقى ده لازم أقول السؤال ده ممكن يجيني بالصيغة دي أو السؤال ممكن يجيني بالصيغة دي زي ما احنا شايفين ونتعرض لأسئلة كتير وحنا أثناء الحلقة ونقول أن كلمة فيها ممكن تغير معنى السؤال وممكن السؤال نفسه يتغير كذا صيغة والإجابة تكون عليه وحدة نشوف السؤال التاني أذكر أنواع الإرسال الإزاعي واحد الإرسال بطريقة تعديل التساعي لأم تنين الإرسال بطريقة تعديل التردد فم يبقى هنا حدد لي في السؤال عايز إيه؟ عايز أنواع الإرسال الإزاعي شوف كلمة إزاعي هي؟ لو قال لي عنواع جسد لإرسال وسكت لا خلاص يبقى دي إجابة السؤال الأولاني اللي هي إرسال إزاعية وإرسال تليفزيونية والإنترنت الله ده حج بس جزء بس في السؤال كلمة إزاعي قلبة الإجابة خالص عشان كده بنقول نتأنى في قراءة السؤال إزاعي يبقى خلاص ما فيش عندي غير نوعين في الإرسال الإزاعي إرسال إزاعي A-M وإرسال إزاعي F-M نشوف السؤال اللي بعد كده عرف التعديل الاتساعي اللي هو ال-A-M ده تعريف خلي بالك معاه إحنا قلنا في التعريفات اللي خاصة به التعديل الاتساعي أو التعديل الترددي قلنا إحنا مش هنحفظ لا إحنا هنفهم وقلنا في الحلقات وإحنا بنشرح التعديل الاتساعي والتعديل الترددي قلنا إحنا بنقدر نطلع التعريف من الرسم نفسه بتاع شكل الإشارة لما نقول التعريف آه التعديل الاتساعي هو التغير الحالس في التساع الموجة الحملة تابعا للموجة المحمولة عند ثبوت التردد كلام جميل طب ما تيجي نبص على الشاشة ونشوف الكلام ده ازاي نقدر نطلعه من الرسمة بس نفسها بتاعة الاشارة المعدلة والاشارة المعدلة والاشارة اللي تم تعدل نشوف الكلام ده خلي بالك معايا هنا على الشاشة في عندي تلات اشارات اللي فوقه خالص دي الموجة الحاملة اهي الموجة المحمولة اللي هي الجزء التاني اللي في النص ده الموجة المعدلة هي دي طبعا هاخد التعريف من مين هاخد التعريف من الجزء ده من شكل الاشارة اللي نتجه من عملية المدريشن او التعديل فين شكل الاشارة اهو ده اللي انا شايفه ايه فيه تغير حادث في اتساع الموجة الحاملة اللي هي زي المسلثات دي اهي الموجة الحاملة اللي ترددها عالي دي اهي اتساحها بزيد ويقل يعني اتساحها هنا كبير جدا وهنا صغير فعشان كده بنقول ان ده التغير الحادث في اتساع الموجة الحاملة طب هي بتتغير على المزاجها لا تابعا لمين للموجة المحمولة اللي هي فوقها هي يبقى الموجة الحاملة التغير الحادث في اتساع الموجة الحاملة تابعا لمين للموجة المحمولة خلال النصف العلوي الاتساع بيكون كبير جدا وفي خلال النصف السوفلي ده بيكون التساع قليل جدا يبقى هو التغير الحادث في اتساع الموجة الحاملة طبعا للموجة المحمولة عند ثبوت مين التردد الزبزبات دي ستة عددها في الثانية الوحدة سابت انما مين بتغير الاتساع عشان كده سمناه التعديل الاتساع خلاص كده سبتت لنا من الرسمة دي ممكن خلاص اعرف التعديل هو التغير الحادث في اتساع الموجة الحملة ذات التردد العالي طبعا للموجة المحمولة ذات التردد المنخفض عند ثبوت مين التردد عند ثبوت مين للتردد يبقى انا عرفت دلوقتي ان التعديل الاتساعي الاتساع بيزيد ويقل والتردد هو اللي ايه سابت ده التعديل مين للتساعي تعال نشوف السؤال اللي بعد كده اللي هنشوف ايه اللي هيتم في تغيير صيغة الاسئلة بيتم ازاي اذكر طرق التعديل الاتساعي الام التعديل الاتساعي نخلي بالنا التعديل الاتساعي التعديل الاتساعي دايما دايما هو تغيير حادث في اتساع الموجة الحاملة تابع المين للموجة المحمولة هل التعديل ده في دواير خاصة بيه اه في طرق خاصة بيه تعمل التعديل اه الطريقتين اللي موجودين عند اللي بعمل بيهم التعديل الاتساعي اللي هو الام بستخدم فيهم خواص الترانزوستر خواص الترانزوستر ايه يا اما بستخدم خواص القعدة او بنسميها بوابة القعدة يا اما بستخدم خواص المجمع او بوابة المجمع يبقى هم النوعين دول او الطريقتين دول اللي بستخدم فيهم تعديل الاتساعي يا اما بستخدام خواص القعدة او بوابة القعدة للترانزوستر اللي هي البيز يا اما بستخدم فيها خواص المجمع اللي هو الكوليكتور نشوف الكلام ده نشوف الكلام السؤال على الشاشة اذكر طرق التعديل الاتساعي طرق التعديل التساعي اللي هو الام طريقتين واحد طريقة تعديل التساع في دائرة القاعدة اللي هي مدخل الترانزوستور اثنين طريقة تعديل التساع في دائرة المجمع للترانزوستور يبقى ممكن نقول تعديل باستخدام خواص المجمع او تعديل باستخدام خواص القاعدة ولازم أبقى أعرف ان النوع ده من التعديل هو التعديل اللي هو الامبرتود مديوليشن او التعديل الام ام نشوف السؤال اللي بعد كده ارسم رسما تخطيطيا لجهاز ارسال ا 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 ارسم رسماً تخطيطياً ما قلت لك شاشرح مع الرسم التخطيطي السؤال بيبقى لي وقت لو انت في السؤال ده رسمت وبدأت تشرح البلوكات كلها اللي هي الأجزاء اللي خاصة بالمراحل دي بتاعة جهاز الAM هتاخد وقت بتاع السؤال تاني هتاخد وقت بتاع سؤال تاني لا السؤال واضح قدام مني ارسم رسماً تخطيطياً جهاز ارسال AM يبقى انا خلاص هرسم فقط مش هشرح الرسم مفهوم؟ عشان برضو بنقول الكلام ده مهم جداً ان احنا الرعي في الامتحان نشوف الرسم على الشاشة الرسم عندي زي ما هون موجودة هو بنفكر بس ابناناً الطلبة ان ده عبارة عن جزئين موجة حملة وموجة محمولة الجزء اللي خاص بالجزء السفلي اللي هو الموجة المحمولة اللي هي الموجة الصوتية اللي هي بدأ من المايكروفون مكبر تردد صوتي ومكبر تردد صوتي سياني مكبر قدرة وخدت الاشارة وبدخلتها على المشكل الام وهنا جبت الموجة الحملة عن طريق المزبز بالبلوري والمكبر ومضاعف التردد وبدأ كده عملت عامية التشكيل وكبرتها كقدرة بعد عامية التشكيل الام ووضيتها لوحدة التوليف الهوائي ومنها الى الهوائي انا قلت البلوكات دي عشان بس افكرك يا دي البلوكات دي كل واحدة بتعمل ايه انما السؤال عندي موجودة هو ارسم رسماً تخطيطياً مفهوم؟ يبقى انا لما يقول لي ارسم رسماً تخطيطياً يبقى انا خلاص عرفت رسم فقط هرسم البلوكات واقول كل بلوك اسمه ايه وارسم الاشارة على خارج ودخل كل مرحلة زي ما احنا شوفنا على مين على الشاشة خلي بالي كويس قوي من شكل الاشارات لان شكل الاشارات مهم جداً لما اقول لك ارسم رسم تخطيطي ما ترسميش البلوكات واسميها من غير اشارة لا احنا كل جغلنا بتعامل مع مين مع الاشارات خلي بالك معايا اهي شكل الاشارة اهي وهي داخلة وبعد كده عملها اتكبرت وتكبرت مرة تانية وتكبرت كقدرة وبعد كده اتعملها عملية تعديل إذن الاشارة بتقول لي المراحل دي ايه اللي تم فيها بالزبط يبقى انا لازم ابقى عارف ايه الكلام ده نشوف السؤال اللي بعد كده ما هي انواع المايكروفونات واحد المايكروفون الكربوني اثنين المايكروفون الديناميكي اثنين تلاتة المايكروفون السعوي اربعة المايكروفون الشريطي خمسة المايكروفون البلوري دي انواع المايكروفونات السؤال التاني اللي هو شبيه لسؤال احنا قلناه من شوية بس هيختلف تماما فيه عرف التعديل التردودي اللي هو الFM اللي هو Frequency Modulation خلي بالك معايا احنا لما جينا اتكلمنا عن التعديل الAM قلناه هو التغير الحادث في اتساع اللي بتغير عندي الاتساع واللي سابت مين الترض نشوف برضو على الشاشة الكلام عندي برضو فوق في الجزء اللي فوق الموجة المحمولة اللي هي الصوتية وجزء اللي في النص الموجة الحملة اللي هتشيل الموجة الصوتية او الموجة المحمولة هتشيلها يعني الموجة الحملة دي بتشيل الموجة المحمول وتحت عندي الموجة المعدلة لو بصيت كده في الموجة المعدلة اللي هي تحت ألاقي ايه ألاقي عندي هنا خلال النصف العلوي من الإشارة أو الموجة الصوتية التردد عالي والنصف السفلي أبصى ألاقي تردد الموجة الحاملة قل وفي النصف العلوي برضو زادتان يبقى اللي بتغير هنا التردد والاتساع هنا إيه سابت يبقى لما أجعرف يبقى التعليف بتاعنا فهمته من الرسمة نفسها زي ما احنا قلنا هو التغير الحادث في تردد الموجة الحاملة زاد التردد العالي تبعاً للموجة المحمولة زاد التردد المخفض عند سبوت مين الاتساع ده تعريف مين التعديل التردد شوف السؤال اللي بعد كده أذكر استخدامات التعديل التردد اللي هو الـ F-M التعديل التردد اللي هو الـ F-M ملموش في حياتنا العملية لأن احنا عندنا الصوت في أجهزة التلفزيون F-M أجهزة الاتصال F-M أجهزة إرسال إذاعية F-M يعني جهاز الإرسال الإذاعي أو جهاز الاستقبال برضو الإذاعي جهاز الراديو لما نبص كده على المؤشر بتاع المينة نلاقي مكتوب F-M طب أجهزة الاتصال برضو بيقع F-M الصوت نفسه في أجهزة التلفزيون بيعدل F-M عشان كده لما نتكلم زي ما تكلمنا في الحلقة قادة السابقة وقلنا أن فيه جزء خاص لعملية تعديل إشارة الصوت وجزء خاص لتعديل إشارة الصورة يبقى احنا كده عفرقنا بين نوعين من التعديل لأن الصوت بيعدل في أجهزة تلفزيون F-M والصورة بتعدل A-M يبقى نشوف برضو استخدامات بتاعتنا على الشاشة واحد يستخدم في أجهزة إرسال الإذاع لإرسال الصوت على الموجات القصيرة جدا بسميها short wave اللي هي ال-SW اتنين بيستخدم في تعديل الصوت في أجهزة التلفزيون أو في التلفزيون تلاتة يستخدم في مين في الاتصال اللاسلكي يبقى دي الاستخدامات بتاعت مين التعديل التردد اللي هو ال-F-M تشوف السؤال اللي بعد كده ارسم دائرة تخططية لجهاز إرسال إذاعي F-M خلي بقى لك جهاز إرسال أقرأ كلمة كلمة في الأسئلة اللي زي كده لأن أنا قلت هو السرعة ممكن توقعني في مشكلة في ايه؟ ارسم دائرة تخططية لجهاز إرسال إذاعي أنا بسرعة عارضت السؤال فممكن ال-F-M دي مع سرعتي ممكن أتخيلها إن هي A-M رسمت جهاز تاني خالص غير اللي مطلوب يعني السرعة بس مش في ما قلناش في كلمة بقت في حرفة هو بدل ال-F-M اللي أنا شايفها في السؤال السرعة خلتني أردتها A-M فلسامت ال-A-M وبعد كده ما بتديش أفوق بقى واعرف إن أنا عملته ولط إلا بعد ما أخرج من اللجنة وأنا مروح وأنا براجع الله ده كان فيه دي كان ال-F-M ما كانتش ال-A-M يبقى عشان كده بنولي التأني في قراءة الأسئلة مهم جدا نشوف الدائرة التخططية الدائرة التخططية قدام مني لجهاز إرسال إذاعي F-M فيه المايكروفون مكبر تردد صوتي وصمام الممانعة والمزابزب الرئيسي اللي هو البلوري ومضاعف التردد ومكبر تردد عالي ووحدة توليف الهوائي وهوائي الإرسال بس لا يا أستاذ فيه شكل الإشارات مهم جدا 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 المايكروفون فوق منه إشارة والمكبر الأولان المكبر الثاني زي ما احنا شايفين أشكال الإشارات كده على خرج ودخل كل مرحلة مهمة جدا إلى أن تصل إلى الهوائي يبقى ده إجابة السؤال بتاعنا لما يقول لي ارسم دائرة تخططية لجهاز إرسال إذاعي F-M وممكن السؤال يقولك ارسم رسما تخططية بدل دائرة تخططية يقولك رسما تخططية واحد يبصع يقولك دي دائرة تخططية دائرة تخططية يعني يعني بيفكر احنا ما خدناش الدائرة التخططية دي لا الرسم التخطيطي هو الدائرة التخططية نشوف بعد كده السؤال التالي أذكر وظائف عمليات أجهزة الاستقبال الإذاعية أذكر وظائف ممكن ديجي سؤال كده أذكر وظائف عمليات أذكر وظائف بس وشيء بنقصين العمليات دي أذكر وظائف أجهزة الاستقبال الإذاعية أذكر العمليات في أجهزة الاستقبال الإذاعية ما هي العمليات التي تقوم بها أجهزة الاستقبال الإذاعية كل دي أسئلة الإجابة عليها وحدة يعني بس يعني عرفتك أن السؤال ممكن يجي بكذا صيغة والإجابة عليه وحدة يعني وظائف أو عمليات أو الاثنين مع بعض يبقى هي الإجابة واحدة إيه هي بقى العمليات دي واحد استقبال الموجات اللاسلكية المختلفة المرسلة من أجهز الإرسال بواسطة الهوائي يبقى كاين دي بقول وظيفة الهوائي اثنين اختيار الموجة المطلوب سمحها ورفض جميع الموجات الأخرى بواسطة الدوائر المنغمة اللي هي دوائر الاختيار يبقى دي وظيفة داية الاختيار ثلاثة فصل موجة التردد السمعي اللي هي الصوتي عن الموجة الحاملة المعدلة بواسطة الكاشف يبقى دي وظيفة الكاشف فصل الموجة الحاملة عن المحمولة أربعة تحويل التردد السمعي إلى موجات صوتية بواسطة السماعة تعاني بصت السؤال ده أو بصت اجابته لما يقول لي ايه وظائف اجهزة الاستقبال او عمليات اجهزة الاستقبال الازعية لو تفتكروا ان في الحلقة رسمنا الاسمة صغيرة رسمنا فيها ايه هوائي ودارة اختيار وكاشف وسماعة يفتكر كده هوائي ودارة اختيار وكاشف وسماعة هم دول العمليات لما بص الهوائي يفتكر هو بيعمل ايه بيقوم باستقبال الموجات وتحولها من كار ومناصية الى كاربية ادى اول عملية او اول وزيفة اتنين دائرة الاختيار افتكر دائرة الاختيار بتعمل ايه بيتم عن طريقة اختيار المحطة المروبة ورفض باقي المحطات تلاتة دائرة الكاشف ووظيفتها كانت بتعمل ايه فصل الموجة الحاملة زيادة التردد العالي عن الموجة المحمولة زيادة التردد المخافط اربعة السماعة تقوم بتحويل الاشارة الكاربية الى اشارة صوتية مسموعة ديب انا كده عرفت التسلسل بتاع العمليات من الجزء الصغير او الرسمة الصغيرة اللي انا ممكن ارسمها هوائي داية اختيار كاشف وسمعة خلاص مش احفظ الاربعة لا مجرد ان انا بص دا الرسمة الصغيرة عرفت انا اجيب الوظائف او العمليات دي ازاي نشوف السؤال اللي بعد كده اذكر انواع اجهزة الاستقبال الا ام خلي بالك معايا شوف مرة عينة كام اسؤال اذكر انواع اجهزة الاستقبال اذكر انواع الارسال الازاعي خلي بالك عشان ما اطلق بطش هنا بقول لي عايز انواع اجهزة الارسال الا ام اجهزة الارسال الازاعية اللي هي الا ام احنا عندنا تاتة انواع من الاجهزة دي جهاز الاستقبال البلوري اللي احنا نسميه البسيط او الكريستالي اتنين جهاز الاستقبال المنغم تلاتة جهاز لاستقبال السوبر هتروضايل دي الاجهزة بتاعت الارسال الازاعي الام يبقى كده لو بصينا واحد جهاز لاستقبال الازاعي البلوري اللي هو الكريستالي البسيط اللي احنا قلنا عليه اتنين جهاز لاستقبال الازاعي اللي هو المنغم اللي بسمناه المباشر ثلاثة جهاز الاستقبال الإزاعي اللي هو السوبر هترو ضاي نشوف السؤال اللي بعد كده اشرح مع الرسم جهاز استقبال باللوري اللي هو البسيط أنا حطيت لك بين قوسين باللوري وفي السؤال قلناك كريستالي وهنا بنقول بسيط يبقى السؤال اللي يجيني ممكن يقول لك اشرح مع رسم جهاز استقبال الكريستالي وسابق خلاص اشرح مع الرسم جهاز استقبال باللوري برضو سابق تلاتة اشرح مع الرسم جهاز استقبال بسيط ما هم التلاتة واحد يبقى ما فيش عندي غير الرسم اللي قدام مني اللي انا هتكلم عليها زي ما قلت هو تلات صيغ للسؤال والاجابة عليهم واحدة اما ده اشرح الجهاز ده انا ببص الهوائي وفيه عندي دارة اختيار وفيه عندي المواحد اللي هو السنائي دي مع السيه واحد دي دارة كشف وعندي سماعة الأزو ايه اللي حيتم يقوم الهوائي باطلقات المحطات وتحولها من كهرومغناطيسية الى كهربي عن طريق الواحد و الاتنين و سي المكسف يتم اختيار المحطة المرغوبة المرغوب سماح تلاتة عن طريق سنائي الكشف اللي هو دي مع سي اتنين بيتم فصل الموجة الحاملة عن الموجة المحمولة اللي هي الموجة الصوتية ونقلها الى مين الى السماعة السماعة هتعمل ايه هتكون بتحويل الاشارة الكهربية الى اشارة صوتية مسموعة وهنا قلنا حطينا سماعة ازن لان ما عنديش دواير تكبير ليه لان ما فيش دواير تغزية يبقى زي ما احنا شفنا طريقة العمل سهلة جدا ان انا بتعامل مع الاشارة ببص هنا عند الهوائي في مجموعة اشارات كتير حولناها من كار المغلصية الكهربية وبعدين عن طريق داية الاختيار اختارنا محطة منهم او اشارة منهم وعن طريق داية اختار اللي واحد اللي الاتنين سي واح سي عن طريق السناقي ده والمكسف سي واحد اللي هو السناقي دي عملنا عامية الكشف وبعدين خدنا الاشارة الصوتية ودناها للسماعة عشان تحولها من اشارة كهربية الى اشارة صوتية مسموعة ده كان بداية الاجهزة اللي اتعملت او جهاز الاستقبال البسيط عايزين نشوف ليه مميزات وليه عيوب نشوف الكلام اذكر مميزات وعيوب جهاز البسيط البلوري خلي باك معايا البسيط البلوري ما قدش الكريستالي هنا هو يبقى خلاص يبقى انا عرفتها نفس القص اول حاجة في مميزاته بسيط التركيب شفناه عبر عن دارة اختيار وسنائي بتاع الكشف اللي هو مع المكسف وسماعة اذن عادية خالص يعني بسيط جدا في التركيب حتى الدارة بتاعته شفناها لايناها بسيطة جدا اتنين عدم الحاجة لمصدر جهد كهرابي لتشغيله ما بحتاجش ليه بطارية ازاي ما بحتاجش بطارية الاشارة اللي جاية اللي بتحول الهواء اللي بيحولها من كهروماتصية الى كهرابية كافية ان هي تشغل الجهاز لان احنا قلنا مفيش دوائر تكبير العيوب الاشارة اللي تجد تبقى ضعيفة طبعا لان ما فيش دوائر تكبير اتنين صعوبة التعامل مع هوائي السلك الطويل لانه محتاج سلك مرتفع تلاتة عدم وجود وسيلة للتحكم في شدة الصوت مفيش فوليوم يعني مفيش مفتاح بنعل الصوت ونوطيه شوف السؤال اللي بعد كده ارسم رسما تخطيطيا لجهاز الاستقبال او استقبال الازاعي المنغم اللي هو المباشر رسم تخطيطي اهو تعملنا نقول شكل الاشارات قدام مني شكل الاشارات لما يطلب اي رسومات شكل الاشارات مهم جدا هنا عندي فيه في الرسم التخطيطي فيه الهوائي وفيه بعد كده داية الاختيار وبعدين داية مكبر التردد عالي وبعدين الكاشف وبعدين هنا فيه مكبر جهد ومكبر قدرة وسماعة واشكال الاشارة زي ما احنا شايفين اهو اي اشارة على الهوائي وبعد كده تم اختيارها اختارنا اشارة من الاشارات اللي موجودة على الهوائي وبعد كده تم عامية التكبير اللي هي عامية الامبلفير وبعد كده الكاشف ديتيكشن وبعد كده مكبر جهد ومكبر قدرة وسماعة عشان تحول الاشارة الكهربية الى اشارة صوتية مسموعة خلي باك معايا هنا في داية الاختيار حليها السؤال عندنا بعد كده حنشوفه اذكر عيوب اجهزة الاستقبال المباشر اهو السؤال جيه احنا شوف رداية الاختيار اللي كان تحتها في دواير رانين عبارة عن ايه عن ملفين هم مكسفين خلي باك كويس قوي يعني ده نشرحه عشان تفهم يعني ايه اه تطلع عيوب جهاز استقبال المباشر اول منعها الدار اللي عندي فيها ملفين ومكسفين كانتها زيت رانين توازي مزدود طيب ايه عيوب جهاز استقبال المباشر عيوبه ان انا مقدرش ازود فيه دواير الربط اللي هي دواير المزدجة او دواير الرانين ليه السبب الاولاني مقدرش احط المكسفات كلها على محور المتغير دي على محور واحد السابت تاني ان لو تغيرت الممانعة بتاعت الدايرة بتغير الحاسية بتاعت الدايرة وده شيء مرفوض لان حاسية الجهاز لازم تكون سبتة انا بقول الجهاز ده مثلا اتنين مايكرو فولت الحاسية بتاعته خلاص يبقى اتنين مايكرو فولت مايقلش ولايزيتش ماينفعش انها تكون متغيرة طيب يبقى هنا هو العيوب بنقول بزيادة عدد مكبرات التراضي العالي بيزيد عدد دواير الرانين اللي احنا شفناها وبالتالي يزيد عدد المكسفات المتغيرة التي ينتج عنها الاتي اي دي المشكلة يعني ده العيب وناتج عنه الاتي من ناحية الميكانيكية يصعب وضعهم ميكانيكيا على محور واحد اتنين حاسية مكبر التراضي العالي لتكون سابتة عند المحطات المختلفة اهو تغييرت الهيه اتغييرت الحاسية لان ممنع الدائلة الرانين تتغير حسب المحطة اصبح دلوقتي فيه تغييره المحطة تتغير تراضيها وبعدين تتغير الممنع تها الدائلة واتغير حاسية وهذا يؤدي الى تغيير حاسية الجهاز وهذا مرفوض لان حاسية الجهاز يجب ان تكون سابتة نشوف السؤال بعد كده ارسم فقط جهاز استقبال السوبر هترو داين لسم الاشارات للمرة الرابعة او الخمسة مهمة جدا هنا عندي لو بصيت في الرسم هلاقي فيه هوائي فيه دائلة اختيار فيه مكبر تراضي العالي وبعدين المازج وبعدين تحتيق المزبزب وفيه مكبر تراضي بيني اللي هو تراضي متوسط وفيه عندي كاشف وباخد من الكاشف برضو الAVC وبعد الكاشف مباشرة بلاقي فيه ضابط الصوت اللي هو حاكم الصوت اللي احنا شايفينه مقاومة متغيرة اللي هو الفوليوم المفتاح اللي بعل الصوت او باخفض من الصوت وبعدين مكبر الجهد وبعدين مكبر القدرة والسماعة اصبح الجزء الاخراني هو هو اللي كان موجود عندي فيه جهاز استقبال المناغة اللي زاد عندي بس هنا يعتبر ايه اللي زاد عندي هنا مكبر التراضي المتوسط مكبر التراضي متوسط والبن تاني والكاشف والمازج مكبر التراضي متوسطه مين والمازج والمزبزب هم التلاتة دول اللي غيروا من شكل الدائرة بتاعة المناغم او راس متغطيته بتاعة المناغم وخلوه مين؟ خلوه سوبر هيتروداين لأن نتج التردد المتوسط والتردد المتوسط ده لازم يجي عن طريق الفرق بين الترددين وعملت له دائرة مكبر تردد متوسط إنما لو بصينا في جهاز لاستقبال المنغم كان فيه مكبر تردد عالي وكان فيه كاشف وكان فيه مكبر جهد ومكبر قدرة وسماعة وكان فيه دائرة الاختيار يبقى ده الفرق بين الاثنين تشوف بعد كده ارسم رسما تخطيطيا لمراحل جهاز استقبال Fm هو حدد هنا خلي بالك معايا كويس جدا لما شفنا في اللي فات قال لك جهاز استقبال Am او F زي ما حقولنا الحرف بمكن يغير الكلمة الحرف ممكن يغير الكلمة فلو شفنا جهاز استقبال Fm أنا أعارف خلاص إن أنا مركز دماغي إن ده جهاز استقبال Fm الحرف من الام والFm حرف يبقى منركز كويس قوي قبل مجاوب السؤال اللي خاص بالام والFm لازم يبقى منركز كويس جدا وحتقبلنا برضو سحاجات تانية غير الام والFm إن هي ممكن تغير معنى السؤال في كلمة أو حرف نشوف الكلام الرسمة عندي على الشاشة هنا فيه هوائي والهوائي التليسكوبي وفيه هوائي التوافق اللي بيحل محل دائرة الاختيار مكبر تردد عالي وميازج وفيه عند المزبزب مكبر تردد متوسط والجزء اللي الضغف بقى هو بقى غير الجهاز الام المحدد والمميز وفيه عند الAVC كانت موجودة في جهاز السوبراتردين الام وفيه موجودة عند الAFC دي ما كانتش موجودة في الام وبعد كده عندي مكبر تردد صوت اللي هو مكبر الجهل ومكبر القدرة واللي هو السماعة يبقى ده المراحل بتاعة جهاز استقبال الFM وخلي بالك معايا شكل الإشارة مهم جداً شكل الإشارة برضو مهم جداً نشوف بعد كده الشوية التالي ارسم رسماً تخطيطياً لمراحل جهاز استقبال AMFM نراحص حاجة هنا مسئلة كتير عندي ارسم ايوة لان احنا ما بنعتمدش ان احنا بنشرح دواير او بنشرح رسم تخطيطي وانا مش شايفه يعني لما اقولك اشرح جهاز استقبال FM هتقولي الهوائي بيختار المحطة الهوائي بيلتقط الموجات وحاولها من كهرومغاطسية الى كهربية داية الاختيار بيتم عن طريق اختيار المحطة انت بتوصيف له بس انت بتوصيف له انا مش شايف حاجة يبقى اساس عندنا الرسم اساس عندنا الرسم بتاع البلوكات او رسم الدواير لان انا لو رسمت خلاص انتهى بالنسبة للمشكلة خالص واقدر اشرح لان البلوكات دي كلها مجرد ان نرسمها واقول كل مرحلة بتعمل ايه خلاص هو دا الشرح يبقى عشان كده بنقول الرسم بتاع الرسم التخطيطي او رسم الدواير مهم جدا وركز جامد جدا على موضوع رسومات التخطيطية ورسم الدواير لان هو دا اساس الاجابة عندي نشوف على الشاشة ارسم رسم تخطيطية للمراحل جهاز استقبال ام فم جزء ام بقى الجهاز ده الجزء الخاص بالFM طيب الجزء الخاص بالAM اللي هو الجزء السوفلي برضو فيه هوائي توفقي فيه مكبر تردد عالي فيه مازج فيه مزبزب فيه مكبر تردد متوسط وفيه كاشف وفيه عندي برضو الFC خلي بالا وده الجزء الخاص بالAM الجزء الخاص بالFM فيه عندي برضو وحدة اللي هي بلونه الأخضر دي الAFC اللي احنا قلنا بتعمل استقرار تردد مزبزب يبقى اصبح فيه عندي جزئين جزء خاص بالFM اللي هو موجود في الجزء العلوي جزء خاص بالAM اللي هو موجود في الجزء السفلي والاثنين بيصبوا عندي على مفتاح اللي هو معندك في وجهة الجهاز بتاع الراديو اللي بتحركه ان انت بتجيب موجة الAM او موجة الFM هو المفتاح ده خدت موجة الAM او خدت موجة الFM بتنقلها بعد كده على مين اي واحدة تختارهم مش لاثنين انا بختار واحدة بس يا اما اختار موجة الAM يا اما اختار موجة الFM الموجة اللي انا هختارها هوديها المين لمكبر تردد صوتي ومكبر القدرة والسماعة يبقى انا عرفت دلوقتي ان الجزء ده اللي هو بداية من الفوليوم اللي هو ضابط الصوت حد السماعة ده جزء مشترك بين الام وبين الام ده بالنسبة لمين للجزء اللي خاص بالام والام او نسمة تخطيطي للام والام دايما وانا بمجرس من الاتنين دول عيني بتبقى مودياني على حاجات معينة ليه? على اساس ان انا لو في عندي مقارنة بين الام والافم عيني بتودين الفين في مكبر ترد متوسط هنا ومكبر ترد متوسط هنا بس تردد المتوسط اللي هنا عشرة وسبعة من عشرة ميجا هيرتز اهو مكتوبة هي وهنا ترد متوسط ربعمية خمسة وخمسين كيلو هيرتز هنا في محدد ومميز هنا مفيش الحاجات دي لازم بحطها في دماغي الحاجات دي بتفرق معايا في المقارنة الافc اللي موجودة هنا في الام في الافم ومش موجودة في الام الحاجات دي كلها بتفيدني لما اجي اعمل عملية مقارنة بين اجهزة الام واجهزة الافم ونشوف الكلام ادي سؤال قارن بين اجهزة استقبال الام واجهزة استقبال الافم نشوف كده اوجه المقارنة خلي بالك معايا حتطلق بعضه من اجزاء احنا شفناها دلوقتي من شوية على الرسم اللي طلعناها من على الرسم في اجهزة الاستقبال الام واحد بيوجد شوشرة ليه ما فياش محدد المحدد ده موجود في الافم بس عشان كده في الافم لا يوجد شوشرة اتنين الكشف في الام مرحلة واحدة ليه دلت الكشف اتنين الكشف في الافم مرحلتين محدد مع مميز تلاتة ترد المزابزب عالي جدا في الام عالي عالي بالكيلو ربقمية خمسة وخمسين كيلو في الافم ترد المزابزب عالي جدا 10.7 من 10 ميجا هيرتز اللي احنا شفناها الارقام اللي كانت على الرسمة دي تطبع في دماغي يبقى انا بطلع منها مقارنة اربعة تردو مزبزب مستقر عشان كده ما كانش فيه اي اف سي تردو مزبزب في ال اف ام غير مستقر عشان كده موجود ال اي اف سي التردو المتوسط في اي ام 455 كيلو هيرتز التردو المتوسط في ال اف ام 10.7 من 10 ميجا هيرتز نشوف بقى المقارنة 6 عرض النطاق التردو دي ضيق في ال اي ام للقناة الازعية 10 كيلو هيرتز في ال اف ام لا عرض النطاق التردو دي عريض للقناة 200 كيلو هيرتز 7 بيستقبل موجات المعدلة التساعيا في نطاق الموجات الطويلة بنسميها long wave ال 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 دابليو المتوسطة بنسميها medium wave ال 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 دابليو والقصيرة اللي احنا بيسميها short wave من كام لكام بقى من 30 كيلو هرتز الى 100 ميجا هرتز نحن تدفل FM بيستقبل الموجات المعدلة تردوديا في نطاق ال VHF اللي هي التردد العالي جدا اللي هي من 88 الى 108 ميجا هرتز ودي الرقم ده بيلاقيه موجود على المينة بتاع جهزة الFM واجهزة الAM اللي هي شغالة AM وFM يبقى الرقم ده احنا موجود عندنا دايما اللي هو 88 الى 108 ميجا هرتز اشرح مع الرسم التخطيطي عملية الارسال والاستقبال التلفزيون هنا عند الرسمتين قدام مني الرسمتين بقول فيه الرسمة هنا فيه الكاميرا ومكبر الصورة وبعدين تحت فيه مايكروفون ومكبر صوت وبعد كده بيخد لهم هنا طبعا لما جاي الاتنين دول بياخدوا الاشارة ونزمجوا بيعملهم عم يتمزج يعني بيضيف الصوت مع الصورة وبعد كده بديهم على مكبر الارسال وعلى الهوائي تعالوا نشرحهم يعني يترد عالي عشان يشيل الاشارة الصوتية والاشارة الضوئية وبعد كده يدخل مع معاملات تكبير وينقلهم على الهوائي اللي هيحول الاشارة الكهربية الى اشارة كهرومغناطسية ويبتدي يبعثها في الهواء لما يبعث الاشارة دي في الهواء ده هوائي إرسال طب هاي ده هنا اللي هيتم ده هوائي الاستقبال بقية بتدي يعمل ايه ياخد الاشارة اللي جاية ويحولها من كهرومغناطسية الى كهربية مكبر الاستقبال يبتدي يكبر الاشارة اللي خرجت من الهواء وهنا يبتدي نفصل بقى الفاصل ده ياخد اشارة الصورة يوديها قسم الصورة اللي هو مكبر اشارة الصورة قسم الصورة كامل وتنتهيب مين بالشاشة اللي هتحول الاشارة الكهربية الى اشارة ضوئية مرئية تعالي نشوف هنا بقى تحت هاخد اشارة الصوت اوديها المكبر اشارة الصوت وبعد كده تنتهيب مين بالسماعة اللي هتحول الاشارة الكهربية الى اشارة صوتية مسمو شوف السؤال بعد كده عرف كلمة تلفزيون معنى كلمة تلفزيون الكلمة مقسمة جزئين تلي وفيزيون او بيسموها تلي فيجن تلي بمعنىها عن بعد وفيجن معنىها الرؤية او المشاهدة معنى كلمة تلفزيون اللي هي المشاهدة عن بعد او الرؤية عن بعد يعني انت بتبقى موجود في مكان وتشوف اللي بيحصل فيه اماكن تانية بعيدة عنك خالص يبدأ تعريف كلمة تلفزيون اذكر انواع المسح الالكتروني للصورة التلفزيونية كم نوع عندنا في انواع المسح نوعين المسح المتدرج اتنين مسح متداخل او متشابك ونقف هنا ونقول نفكر ابناءنا الطلبة المسح المتدرج ايه هو والمسح المتشابك ايه هو هنو المسح المتدرج لو نفتكر احنا هنا بنذكرهم بس بس بفكرك بهم المسح المتدرج كان بيتم ارسال الصورة على اطار واحد والصورة تحتوي على 625 خط تحرك الشعر اكتروني في الاطار اعلى الاطار الى اليسار يرسم خط رقم واحد يرسم خط رقم اتنين يرسم خط رقم اتنين يرسم خط رقم تلاتة الى ان يصل الى الخط رقم 625 كده لا يسم صورة كاملة ده مين؟ ده المتدرج خد خط رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة هشوف تدريجه هو اما المسح المتداخل لا ده اسم الصورة على اطارين وكل اطار هيبقى 312 ونص خط ونشوف المسح المتداخل لانه جاي معنا في الاسئلة اشرح مع الرسم المسح الالكتروني المتشابك للصورة التليفزيونية المتشابك المتداخل شوف خلي باك معايا اشرح مع الرسم المسح الالكتروني المتداخل للصورة التليفزيونية انا شلت من السؤال كلمة المتشابك وعطيت المتداخل تفرق؟ لا ما تفرقش لان المسح المتداخل هو المتشابك يبقى لازم يبقى عارف الكلام ده او ممكن يقولك اشرح مع الرسم مع الرسم المسح الذي يتم عن طريقه تقسيم الصورة الى اطارين خلي بالي كويس او من اسئلة دي مهم يبقى انا شغال هو فين النوع المسح اللي بيقسم الصورة على اطارين المتدرج بيقسم على اطارين لا طبعا لسه ايلين بيبقى الصورة على اطار واحد يبقى اذا لو طلب مني المسح المتداخل طلب مني المسح المتشابك طلب مني المسح اللي بيتم عن طريقه قسم الصورة الى اطارين او تقسيم الصورة الى اطارين هو هو المسح المتداخل ماشي؟ يبقى نشوف السؤال ده نشوف الاجابة انا دايما لما كنا في الحلقات قلنا ملناش دعوا بالكلام اللي على جنب احنا ناخد بقى الجزء اللي على جنب ده الاطار او الفريم ده اللي هو الاحمر ونتكلم فيه هو اللي هيكتب لنا الكلام اللي على جنب هو اللي هيقول لنا الكلام اللي على جنب ده معنا ايه انا مش هبص للكلام خالص دلوقتي واشوف الفريم ده احنا قلنا من شوية ان المسح المتداخل بتم فيه تقسيم الصورة على كم اطار على اطارين طب الصورة كان فيها كم خط 625 يبقى كل اطارها يبقى كم 312 ونص خط هيقسمها في المسح المتداخل بيه بعد اطار فردي واتار زوجي هنبدأ دلوقتي بالاطار مين الفردي اللي بيحتوي على الخطوط الفردية نشوف كده على الشاشة قد الفريم عندي او الاطار ونشوف ايه اللي هيتم هيتحرك الشعال الالكتروني من اقصى اليسار او بدأ يكتب رقم واحد من اليمين من اقصى اليسار اليسار اليمين ماء بدأ يلسل الخط رقم كم واحد وبعدين يرتد مطفق عشان يرسم بداية الخط رقم كم تلاتة هتقول لي في الاتنين اقول فكرك اقولك ده اطار فردي وبعدين يرتد مطفق ويرسم الخط رقم كم اربعة ويرتد مطفق ويرسم الخط رقم كم خمسة مفيش اربعة خمسة بعدين الى ان يصل لخط رقم كم كل الخطوط فردية هي 629 وبعدين هيبتدي يرسم اخر نص خط فردي اللي هو نص 625 يبقى الخطوط اللي عندي في الاطار ده خطوط فردية واحد وثلاتة وخمسة وسبعة وتسعة وحد الى ان يصل لخط رقم 600 23 وبعد كده يروح عشان يرسم 625 مش هينفع هيرسم نصه ليه لان نص الخط ده مأسون ما بين الاطار الفردي واتر ارمين الزوجي ليه برضو عشان احنا اسامنا الفريم كله او خطوط كلها اللي يقى 625 خط على اثنين فاصبح فيه 312 نص خط في كل اطار فالنص الخط ده اللي هيتاسم هو 625 عمليين بص هيدا على جنب بنلاقي الكلام اللي احنا عملناه او شفناه هو اللي في الاطار هو اللي مكتوب بيتحرك الشعر الالكتروني من اعلى اليسار متجها الى اليمين وبسرعة سبتة وبميل معين لرسم خط رقم واحد عند نهاية الخط يرتد الشعر الالكتروني بسرعة عالية يكون معتما اللي هو مطفق الى اقصى اليسار ليبدأ في رسم الخط رقم اللي هو رقم كام 3 تاريكا الخط رقم 2 لان هو بيرسم فردي حتى نصف الخط رقم كام 625 ثم اللي هيتم اللي هيرتد الشعر الالكتروني رقصيا من اسفل الصورة اللي هو الاطار يعني الاعلاها وبيكون معتم وفي مصار متعرج ليبدأ في رسم الخطوط الزوجية او الاطار الزوجي نشوف الاطار الزوجي برضو مانناش دعوا بالكلام مني على جام نشوف الرسمة الاول هلا تقول لنا انا اخر حاجة رسمتها في الاطار اللي فردي كان مين كان نصف 625 اكمله الاول بقى يبقى حيتحرك الشعر الالكتروني من منتصف الاطار اعلى الى اليمين اهو هيرسم مين نصف 625 ويرتد مطفق ويرسم خط رقم 2 ويرتد مطفق ويرسم خط رقم 4 ويرتد مطفق ويرسم خط رقم 6 الى ان يصل الى خط كام 622 وبعدين 624 وبعدين كام بقى خلي باك معايا هنا ده 624 ده اخر خط زوجي في الاطار مين الزوجي بعد كده يبتدي يرتد الشعاع من اقصى اليمين اسفل الى اقصى اليسار اعلى عشان يرسم صورة جديدة يعني كده انا اسمت الصورة ورسمتها في كم مطار في اطارين عشان كده قلت لك ممكن السؤال يجي اشرح معا رسم المسح اللي يتم عن طريقه تجزيء الصورة الى اطارين اللي بقى هو ده المسح المتداخل او المتشابك ده بالنسبة لمن للسؤال نشوف بعد كده اذكر المواصفات قياسية لنظام الارسال الاوروبي المستخدم في جمهورية مصر العربية خلي بالك معايا اول حاجة عندي بتقسم الصورة الى مجالين اللي باستخدم المسح المتشابك اللي هم اطارين كل اطار او كل مجال 312 ونص خط عدد الصور لكل ثانية او في الثانية 25 صورة زمن الصورة الوحدة اروح اسم الثانية على 25 يبقى يديني زمن الصورة الوحدة يبقى زمن الصورة بيساوي واحدة على 25 عدد خطوط الصورة 625 خط عدد خطوط التي يمسحها الشواء الالكتروني في الثانية الوحدة بيساوي 25 صورة اللي ببعتهم في كل صورة كم خط 625 هيديني 15 625 خط زمن رسم الخط الافق الواحد انا ببعت كم خط في الثانية 15 625 لو اسمت الثانية عليهم هتديني زمن الخط اللي هي كم واحد على 15 625 تديني كم 64 مايكرو ثانية عدد المجالات اللي هي الاطارات لكل ثانية طب ده لببعت الصورة في اطارين وانا ببعت كم صورة 25 يبقى 25 في اطارين يديني 50 اطار في الثانية او 50 مجال في الثانية الواحدة شوف بيت المواصفات زمن رسم الصورة انا ببعت كم صورة في الثانية 25 زمن رسم الاطار نفسه ببعت كم اطار 50 اطار في الثانية الواحدة يبقى زمن الاطار الواحد يبقى واحد على 50 المسح الافقي اللي هو عدد الخط الافقية 15 625 زبزبة في الثانية اللي هو التردد الافقي تردد نبضات الاطفاق الافقية طبعا لازم يبقى 15 625 ده سبتة عشان نبقى عارفين اي حاجة رأسي عندي بتبقى 50 واي حاجة رأسي افقي تبقى 15 625 تردد المسح الرأسي 50 زي ما نسألين زبزبة على الثانية اللي هي هيرتز تردد نبضات الاطفاق الرأسية 50 برضو هيرتز نسبة الشكل او النسبة بين عرض الصورة الى ارتفاعها 4 الى 3 طبعا وتم جعل عرض الصورة اكبر من ارتفاعها لزيادة معدل معدل الحركة الافقية خلي بالي بالي من الكلام ده باير الحيز او الفرق بين تردد الموجة الحاملة للصورة والموجة الحاملة للصورة خمسة ونص ميجا هيرتز عرض القناة التلفزيونية سبعة ميجا هيرتز دي مواصفات المواصفات بعد كده هنخش فيها احنا بتفاصيل يبقى لما اقولي يذكر المواصفات انا بذكرها نشوف بعد كده تعديل الموجة الحاملة للصورة تعديل التساعي لسه اينا كده من شوية تعديل الموجة الحاملة للصوت تعديل ترددي تزامن الرأسي للاشارة المركبة بيجينا ازاي خمس نبضات تعادل وبعدين نبض التزامن الرأسية وخمس نبضات تعادل يبقى النبضات الرأسية قبلها خمسة تعادل الاطفاق الافقي بياخد من عرض الصورة نسبة 18% الاطفاق الرأسي بياخد من ارتفاع الصورة نسبة 6.5% واستقطاب الاشارة المرسلة ده بيبقى وضع الهوائي بتاحها يعني ازاي بيبقى هوائي افقي بكده يبقى وصلنا الى نهاية الحلقة برضو بنتمنى لكم التوفيق والاجابة بطريقة صحيحة وبنقول برضو التأني في قراءة الاسئلة عشان ده هو اللي يخلينا نجمع درجات والناس اللي عايزة تكمل ويجيب مجموع وتخش جامعات يبقى او تخش الجامعة يبقى دي لازم يبقى حطة في دماغها طريقة الاجابة والتركيز في اجابة الاسئلة نشكر لكم حسن على الاستماع والمشاهدة والى ان نلقاكم في لقاء ان احنا نقابلكم فيه ينتخبين من الجامعات ان شاء الله اشتركوا في القناة